بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواقع 2 الدرس الثاني Internal Uncompressible Viscous Flow كنا قد بدأنا في الحصتين الماضيتين درس أو إعطاء لمحة على صريان الماء عندما يكون على سطح مائل بزاوية 6 كنا قد عرضنا هذا الأمر على طريق مسألة وأيضا أعرضنا مسألة أخرى اللي سميناها Exercise 2 واللي قلنا فيها لو يكون هذا الصريان موجود مبين to a place نحاول خلال هذه الحصة إكمال ما بدأته كنا قد وصلنا زي ما قلنا المرة الماضية إنه V عن W تسوي 0 وDue is function of Y بعد ما قلنا إنه استعملنا Cartesian coordinates واستعملنا Navier Stokes Equation فاستعمال Navier Stokes Equation بالنسبة ل X Component and Y Component and Z Component نعرف إنه V تسوي 0 and W تسوي 0 الحسب المعادلة رقم 3 فهذا يعطيني V0,0,0,0 يعني الجزء الأول على اليسار يسوي 0 أيضا بالنسبة لل Z Component W تسوي 0 الجزء الأول على اليسار يسوي 0 أيضا هنا عندي V0,0,2,1... ويقعد لي أو يبقى لي هنا H يبقى لي Gravity and Pressure في Y Component and gravity and pressure في z component بالنسبة للx component عندي u is function of y فإذا هنا تساوي صفر هنا تساوي صفر هنا تساوي صفر بما أنه u is only function of y فإذا derivation of u عالتايم مع الx عالz تساوي صفر النفس الشيء ينطبق هنا فيبقى لي إيش؟ يبقى لي البرامتر في gravity pressure وبرامتر آخر لكن هنا أيضا ما ننسى أنه v يساوي صفر فهذا يعني لأنه البرامتر هذا يساوي صفر فإذا كل هذا أو الجهة اليسرى من المعادلة كلها تساوي صفر فإذا يبقى لي هنا gravity, derivation of u عالتايمة تربية والبرامتر هما three parameters فإذا هنا three parameters two and two parameters هنا نشوف المعادلة هذه x and y and z components زي ما قلنا هنا في three parameters عالx two and two and z and y components استعمال المعادلة هذه أيضا باستعمال assumption no applied pressure gradient to drive the flow يعني إيش يعني derivation of pressure عالx تساوي صفر بما أنه pressure عالx نفسها فإذا the flow is driving by gravity alone يعني هنا سقوط أو نزول الماء يتم عن طريق إيش يتم عن طريقة الجرافيتي أو الجاذبية فتبقى لي المعادلة إذن عالx component هي المعادلة اللي نشوفها الحين هي هذه المعادلة هذه طب تمكن كتابتها باستعمال إنه gx لو سوينا إلقاء الجرافيتي على x component نلقى إنه gx تساوي g sin ثتة عال y component باستعمال إنه gy تساوي g cos ثتة تصبح تكتب بالطريقة هذه وعالz component minus derivation of pressure عالي z تساوي 0 فهذا يعني لأنه pressure is not function of z لو شفنا المعادلة رقم 4 فرح اللاحظ إنه هي المعادلة what was asked to be driving in exercise 1 فإذن هنا لو رجعنا للمسألة الأولى المطلوب الأول هو إيجاد هذه المعادلة وتم إيجادها is down فالبقية المسألة solve the above equation يعني المعادلة هذه ليش to obtain the velocity profile u and obtain the expression for the volumetric flow rate for a flowing film of thickness h أيضا exercise 2 إن شاء الله نكملهم خلال الحصة القادمة هنا نكون خلصت المسألة هذه وإن شاء الله خلال الحصة القادمة نكمل المسألة الأولى ثم نبدأ في المسألة الثانية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا